وكذلك نؤمن بالكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله هداية للخلق إلى يوم الدين وقد جعله سببا من أسباب صلاح أحوال الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أن الله جل وعلا قد أنزل كتبا على الناس ترشدهم إلى الحق وتدلهم على الهدى وتكون سببا من أسباب نجاتهم في الآخرة وصلاح أحوالهم في الدنيا فإن الله جل وعلا لم يترك الخلق هملا لا يوجد لهم شريعة ولم يترك أمة من الأمم لم يأتهم كتاب من كتبه وهكذا أيضا نؤمن بأن الله جل وعلا قد أنزل صحفا على إبراهيم وموسى كما ذكر الله في سورة الأعلى ونؤمن بالزبور الذي آتاه الله لداود عليه السلام كما قال وآتينا داود زبورا وكذلك نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل التوراة على موسى عليه السلام لتكون كتابا يسير عليه بنو إسرائيل وأنزل على عيسى بن مريم كتاب الإنجيل وقد أخبر الله جل وعلا أنه قد أنزل هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء فنؤمن بذلك كله ونعلم بأن هذه الكتب لم يتكفل الله عز وجل بحفظها وحينئذ وقع فيها التحريف والتبديل وكذلك نؤمن بالكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله هداية للخلق إلى يوم الدين وقد جعله سببا من أسباب صلاح أحوال الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فأفضل الأمور وأحسنها هذا الكتاب العظيم ترجمة نانسي قنقر